دايماً هتتسئل السؤال بتاعك إحساسك عامل إزاي لما بتلاقي الناس سامعة مقطوعة موسيقية ليك وتلاقيك كل الناس بتكلمك تقولك الله وحاجات زي كده بسأنا السؤالي هو أنت بتصدق هذا الإعجاب ولا ما بتصدقوش على حسب أنا بسأل مين لو الناس تطوعت ما بتسأل ولا أنت في حد معين أنا أمراتي طبعا أمراتي بتروح خبطاني في وشي على طول بيتعديلك الصدمة ستوديو فرحام بغنوة جداً وخنوة عامل خنوة حلوة بتاع فتب اسمعي كده فتقولي عادية عادية ماش انت يا شيء ما تقوليهاش في وشي طب يعني انت بستني طب لغاية تانية يوم الصفحة وأخبالها كده يعني دايما برجع لبابا عشان بابا كان غاوي فن جداً وكان بيغني صوته حلو جداً برجع لبابا وبرجع لمراتي المراتي كان ما بتجاملنيش خارس ولا أبو أبوي الحقيقة الاثنين بابعت لهم ببقى هو ده رأيقهم مهم بالنسباتي إيه اللي ينجح وإيه اللي ما ينجحش دي ما حدش يعرف حاجة خارس لأن ساعات بتبقى عامل الحتة تمزيكة أو غنوة إنت شايفها عظيمة وعمل فيها شغل كتير وخدت وقت كتير في تلحينها ووقت كتير في توزيحها ومجهود وصرفت عليها فلوس كتير مثلاً وتنزل ولا حد يا خبار وهي حاجة اسمها يعني أو بالأضافة إيه هو معيار النجاح يعني لا يعني الناس بتحبها يعني مثلاً حتى في الحفلات يعني ساعات أبقى عندي غنوة أنا عارف إن أنا هنا مقطع الدنيا في المزيكة يعني أنا عامل حاجات كده مش أي حد يعني لازم يكون مزيكاتي تقيل يعني وبتاع ومعامل إزاي وهارموني عامل إزاي وتقول إيه وبتاع وتعدي غنوة فيها الناس تعمل كده وتلاقي غنوة ممكن مثلاً بس نبقى أنت لحنتها في ثلاث دقايق وحس إن أنت يعني والناس بتاع وتاني وبتاع أنا أنا من جواي بتغاث طوال فيعني لما يكبر شوية في السن وخبرة يكتسب تعرف إن الحكاية دي مش أولاً خليك بسيط هقد ما تقدر خليك بسيط في كل حاجة في مزيكتك في الهارموني اللي بتحطه في التوزيعات يعني خليك بسيط لأن هو السهل ده هو اللي بيوصل والحاجة التانية النجاح أو عدم النجاح ده بتاع ربنا وبرضو الموسيقى أزواء يعني أنا يقولوني مثلاً دانس أحسن مزيكة أنا ما فيش حاجة اسمها أحسن مزيكة فيش حاجة اسمها أحسن مطرب هي أزواء في ناس في أصوات ممكن ما يقول صوته نفسه خامد صوته نفسها مش حلوة لكن مغني حلو قوي أو إحساسه حلو قوي وده يعني مش عايزة أستشهد بحد يعني بس يعني كلنا عارفين فيه ناس أصواتها فيه مجوم كبار صوت نفسه صوت نفسه مش حلو لكن بيغني حلو قوي أو إحساسه حلو قوي وواصل يعني مع عبد المطلب يعني هو صوت صوت يعني صوته خامد صوته مش خامد مش حلوة لكن إزاي كان ليجو مهور وزاي بيغني حلو يعني وكان ليجو مهور وفيه ناس بتبقى أصوات خامد حلو قوي لكن ما فيهاش إحساس أنا أنا ممكن أقول لهو على الثاني جورج والسوف لو أنت بتقيم الصوت فهتحط ملحظات كتير جدا طبعا بس هو فيه حد بيعرف يغني اللي بيغني جورج والسوف طبعا طبعا يعني هو طريقه يعني مغني جامع طريقته أسلوبه وإحساسه وحاجات زي بس هو بقى الفكرة أن الناس اللي بتعلي بقى على جورج والسوف هي الفكرة في كده هو ودائما يا جماعة هي فيروز كانت ممكن تعمل عرب للصبح يووو أم كالسوم لكن هي كان فيه هي بتعمل العربة فوقتها يعني خليني حن للعربة خليني أبقى مستنيها لكن طول الوقت عرب طول الوقت حليات طوله بتخص بلاش الحليات المبالغ فيها دي طول الوقت زخرافها أكتر مما يعني فهم بتدوا يعلوا على جورج والسوف فابتدوا بقى ايه يفتكر إن هو ده اللي غيرنا الحلو لا مش هو ده اللي غيرنا الحلو ما فيروز يا جماعة ما بتقول أكنك فيك مانجا بتاعزف مفيش الحليات بحساب جدا وبتاعها عشان أنا يعني أحس بتعمها أنها لو كل يوم باكل حاجة فراولة مثلا تفاح بعد كده هيبقى ماسك في بقى فأنا بطول الوقت باعمل حليات في الغونا باعمل حليات في الغونا ما بقاش فيه طعم زي واحد عاوز يعمل ديكور بيته حلو فيقرر يعمل فيه كل حاجة بولة فتلاقي البيت زحمة انت مش شايف منه أي حاجة بطعة هو ده اللي بيحصل بقى للأسف يعني فيه ناس بتغني كده بقى بقى ويعملوا كده بقى يعني ياخدوا جورج وصوف منهج فيتدعو علو عليه فالموضوع يبوص خالص ويلي تعالي يا جورج ده جورج خليك أنت خليك أنت بزبط فده مهم في الغونا مهم في المزيكة فأنا بقول حقيقة هو أهم حاجة أنك تبقى بسيط وتبقى شبه نفسك يعني كل ما بقيت شبه نفسك كل ما هتتصدق وحتوصل للناس أكتر وأعتقد أن ده يعني إلى حد كبير بقول أنه حصل معايا في جزيرة غمان لأن أنا ما دورتش خالص على الفزلكة أنا دورت على الدراما إن أنا أترجم الدراما بشكل موسيقي وما فيش أي فزلكة لها في التأليف ولا في التوزيع أو الهارمونية وأظن فعلا هو ده جزء من جمال المزيكة أنه ما فيهاش فزلكة آآ ما هو بيخليك بصير ما هو لا حد بيكتشف ده بعد ما بيكبر شوية يعني هو صغير بيعاز يعمل كده وعضلات ومتاع وكده وبيعاز يكتشف أن الكلام ده كله أو أنت هو خليك بسيط كده وسهل وسهل سهل سهتوصل للناس أسهل أنت بقيت كم سنة دلوقتي يا شيء؟ أنا 43 طب كويس ده زغير مش أنا كنت لسه بأسألك حتى وحنا وانت حاجة بقولك وينفع واحد عنده 47 سنة وصابه عاملت زي صابع الكفتة يتعلم والله إيهل عمزيكة أنا تعلمت التعلمت الهارموني وده علم يعني الهارموني وكتابت الكسرة على كبر جدا وتعلمت عود على فكرة تعود تعود يعتبر مش صغير يعني لات الوتارية فوت تعلمها على أصغر شوية تعلمت عود عندي 17 سنة مسا وأعرف ناس عندهم 17 سنة ده كان من 30 سنة بالنسبة لا والله أعرف ناس زمائلنا تعلموا عود 43 و45 و50 لا بجد وبيعزي في كواس قوي أشتر مني إذن لسه في أمل لا طبع استعدوا للمنافسة أنا داخل بتقلي أنا حجيش للكرسي هنا أرجوك أنا لو علي أنا ببقعد والله زمائل عبال بأتفرج كده ببقعد على العيزة أهم أنهم تقعد جلبوك وألعب أي حاجة بس طبعا أحنا عبوز الدنيا لا لا إحنا نقسنا جيتار فيعني يعني بس توكل على الله وما تلاش أنا آخري ممكن أمسك مسلس نوع يعني أنا كده تمام سهل علي أنا كنت ملعب مسلس وانا في الحضارة أيوة والإكسليفون كلنا كنا بنلعب إكسليفون ومسلس والله كان صعب علي يدخل انت شايف أنا أوصل لحد فيه أنا منتهي الحاجة اللي كسبتها الوحيدة إن أنا فعلا بحب المزيكة فبسمع مزيكة كتير جدا